موسيقى جولتنا الصحفية مشاهدين لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الخليج التي نقرأ منها سلفي الطيار المحلق في السماء مزيفة اعترف طيار برازيلي بتلاعبه بصورة السلفي التي يبدو أنه التقطها من غرفة قيادة الطائرة خلال تحليقها فوق السحاب وقال إنه استخدم برامج الفوتوشوب للتلاعب بالصور لتبدو كأنها كانت في مهمته الرسمية أنه كان في مهمته الرسمية قائدا لإحدى الرحلات المحلقة في السماء ومن صحيفة الحياة مشاهدين اختنى لكم العثور على ريشة طائر نادر جدا جاء في تفاصيل الخبر عثر في جنوب أستراليا على ريشة طائر يعد من أكثر الطيور ندرة في العالم بأول دليل منذ أكثر من قرن على أن هذه الطيور موجودة في المنطقة ويعد ببغاء الليل من أكثر الطيور ندرة في العالم وكان مختفيا إلى أن قدم عالم بريطاني صورة تثبت وجود طير كهذا في عام 2013 وإلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم ساعات أبل الجديدة قادرة على تشخيص أمراض القلب تسعى شركة أبل لتطوير برامج تساعد ساعاتها الذكية على تشخيص أمراض القلب ويأمل الخبراء أن تساعد هذه الساعات الذكية المرضى على قياس نبضهم باستمرار وتطويرها لتكون قادرة على تحديد المشاكل في عدم انتظام النبض بنسبة 97% أي بشكل يضاهي أحدث الأجهزة الطبية